أصدرت الهيئة العامة لشؤون زراعة وثروة سماكية قرارا يقضي بحظر مؤقت لإسراد جميع أنواع طيور الحية وبيضة التفريخ وصيصان من عدد من الدول بسبب ظهور مرض في الونزاء الطيور وقالت الهيئة إن القرار نص على حظر إسراد الطيور من سويسرا وإرلندا والمملكة المتحدة ومن دول جنوب شرق آسيا مشددة على ضرورة إخضاع جميع الإرساليات الواردة من تلك الدول حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية التابعة لها